في الختام تبادل الضرفان الهدايا الرمزية بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية سلم أمس وزير الطاقة والمنج محمد عرقاب بتونس دعوة لرئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيد من قبل أخيه الرئيس عبد المجيد تبون لحضور الاحتفالات الوطنية الرسمية المخلدة للذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المباركة وبالمناسبة نقل له التحيات الأخوية للسيد رئيس الجمهورية مجددا له تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية متمنيا له ولشعب التونسي أصدق التهاني بمناسبة الذكرى الحادي والستين لجلاء آخر جندي فرنسي عن الترابي التونسي قد نقلت له لفخامة الرئيس تحيات سيد الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة إحياء عيد الجلاء في تونس الذي كذلك يتزامن مع الاحتفال في الجزائر بثورة اندلاع الثورة الجزائرية في أول نوفمبر الثورة المجيدة كذلك كل القضايا بخصوص تمتين هذه العلاقة من التطورات الاقتصادية والشراكة الموجودة بين الجزائر وتونس ترجمة نانسي قنقر